هنروح لفريق السلة برضو ماشي بشكل كويس خلصنا الدور الأول بهزيمة واحدة من نادي سبورتينج طبعا بيقود فريق كرة السلة سيدات كابتن طريخ خيري وكان عندنا هزيمة واحدة في اسكندرية مع نادي سبورتينج بعد إكسراطايم بدأنا الدور الثاني بأول مباراة مع الظهور كان عندنا مباراة تانية مع نادي هليوبلس فرقة محترمة برضو فرقة جيدة جدا واستطعنا الحمد لله ان احنا نفوز بفرق كبير 98-46 الفترة الأولى خلص الـ 26-15 التانية 60-28 التالتة 81-39 الرابعة حق نادي هليوبلس بس سبع نقاط وانتهت 98-46 فرقة ما زي ما قلت لحضراتكم عندها 17 نقطة في الوصفة هنمشي كده غالبا هتفوز على كل المباراة هتيجي على مطش سبورتينج اللي هيكون عندك ان شاء الله في ملعبك هو ده هيحدد الأول والتاني والحقيقة هي مش فرقة كتير لأن انت هتلعب تاني بلاي اوف أول مع تامن تاني مع سابع تالت مع سادس رابع مع خامس وبعد كده لعبوا بيستوفتري وهكذا لغاية ما نوصل للمباراة النهائية الأهل هي لعب المطش الجديد أو اللي جاي يوم ان شاء الله السبت اللي جاي مع نادي الجزيرة على صارة المركز اللومبي بالمعادي وان شاء الله كل التوفيق لفريق كرة السلة سيدات بقيادة الكابتن طارق خير